السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عادتي أنني لا أرد على رسائل أو تدوينات أو تغريدات عبر منصات التواصل الاجتماعي لسبب بسيط هو إيماني الشديد والقوي بحرية التعبير وحرية الآخر في أن يعبر عن كل ما يخارجه من أفكار من مواقف سواء كانت أدبية رياضية سياسية من مبدأ الديمقراطية في أن لكل شخص الحرية في أن يعبر عن ما شاء ولكن حينما تكون وتصبح هذه التغريدات وهذه الرسائل متكررة وممنهشة فذلك يدخل في إطار آخر مختلف تماما عن حرية التعبير أن أكون مؤمنا بحرقي في أن أعبر عن شيء وأعبر عنه ولكن ألا يصبح ذلك في اتجاه واحد إما في اتجاه شخص أو مؤسسة أو دولة أو كيان هذا بالضغط ما حدث مع زميل السابق في بين سبورس الإعلام الجزائري حافظ دراجي السقطة التي سقط فيها تجاه المغرب لن ينساها له أحد لأنها جاءت من رجل يعرف المغرب ويعرف المغاربة وأكد وشرب من بلد المغرب ويعرف كل صغيرة وكبيرة عنه لذلك يصبح الأمر ليس مسألة حرية التعبير ولكن هي ضغينة وحق وكراهية تجاه بلد يتطور باستمرار ويزعج الآخرين لا يزعجهم من خلال تهديد ما ولكن يزعجهم بوتيرة التطور التي ذهب فيها والتي حقق فيها نتائج مباهرة هذا الموقف اليوم يحتاج إلى وقفة لأن أشياء كثيرة نساها أو بالأحرار تناساها عن قصد حافظ دراجي وهو يغرد باستمرار في تطاور سافر على المغرب بمؤسساته، بكيانه، بمكوناته لم يفوت أي فرصة إلا ليناله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من سمعة المغرب ولكن كما يقال آيات أذكر حفيد وهو من مواليد العاشر من أكتوبر بأنه حينما يحتفل بعيد ميلاده في كل مرة وفي كل سنة ينسى أن هذا التاريخ يجب أن يذكره بمواقف المغرب في عاشر من أكتوبر 1980 هز زلزال عنيف مدينة الأصنام التي أصبحت تعرف بمدينة إشلف مخلفاً الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين كانت أيام عيد الأضحى المبارك وهب المغرب كرجل واحد في خطوة إنسانية عفوية وذهب ليساند الجزائر ويقف موقفاً بطولياً معها سياسة اليد الممدودة لم تأتي هكذا من فراخ سياسة اليد الممدودة التي يرفضها حفظ الراجي والتي يعتقد أن لها حسابات ولها خلفية معينة ولها أهداف معينة هذه السياسة سياسة التشكيك في الآخر هي التي جانت على الجزائر المغرب والمغاربة شعب عفوي لا يتردد في تقديم يد المساعدة للآخر ليس فقط للجزائر في تونس مع الكوفيد المستشفى الميداني المساعدات الطبية التي ذهبت إلى لبنان مباشرة عقب تفجير ميناء بيروت قطر التي تعيش فيها أنت وعشت فيها أنا بمجرد أن أعلن عن الحصار في يونيو من 2017 كان المغرب أول المبادرين بتقديم مساعدات إنسانية لقطر علما بأن قطر لا تحتاج إلى هذه المساعدات ولكن الرمز السياسي الموقف السياسي الموقف النبيل للمغرب هو الذي يسجل هذه المواقف تكررت مع الجزائر منذ عهد الاستعمار حينما كانت الجزائر ترزح تحت نير الاستعمار كان القادة الجزائريون الثوار الجزائريون يلجأون إلى المغرب كانوا يتلقون الدعم ويتلقون السلاح من المغرب كل رموز الطورة الجزائرية كانوا قد دخلوا إلى المغرب وجلسوا وأكلوا وشربوا وتلقوا المؤذرة والدعم السياسي والمعنى والمادي والسلاح من المغرب حتى أن بعضهم فضل بعض الخلافات التي كانت في الجزائر أن يعود إلى المغرب أبرزهم الراحل محمد بوضياف الذي قرر الاستقرار في القنيطرة وحينما عرفت الأوضاع السياسة أزمة خانقة بسبب الحرب الأهلية التي كانت بعد نهاية التسعينيات ماذا حدث هذا الحمد بوضياف لمنصب الرئاسة في محاولة لإصلاح ذات البين وإنهاء الحرب الدموية ماذا حدث ثلاثة أشهر فقط أغتيله والآخر هكذا كان جزاؤه المغرب لم يكن في يوم من الأيام عدوة لجزائر ولن يتآمر على الجزائر ولم يتآمر لا في الماضي ولا في الحاضر ولن يتآمر في المستقبل جاء ذلك في الخطاب الملكي الجزائر ليس لديها ما تخاف من المغرب إذا كان جزائر لديها مخاوف يجب أن تنظر من أين تأتي هذه المخاوف المغرب يعرف قيمة الجار ويعرف قيمة ما وصع عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصع على سابع جار فما بالك بجار تفسلك حدود بينه وهناك علاقات جوار وعلاقات مصاهرة وعلاقات دم بين المغرب والجزائريين أذكرك في الخمسة وسبعين في التاسع من دستان الخمسة وسبعين حينما أقلمت جزائر على طرد خمسة وأربعين ألف مغربي من الجزائر مجردة إياهم من أموالهم ومن ممتلكاتهم لماذا لا يرتفع أي صوت في الجزائر ليندد ويقول هؤلاء أحبابنا وهؤلاء أصحارنا ولدينا قرابة دم وقرابة مصاهرة بيننا وبينهم لم تتعرف لا يرتفع أي صوت عكس ذلك كان المغرب دائما هم الأوائل في مد يد المساعدة الجزائريين متى طلبوا ذلك ومتى تطلب الموقف ذلك المغرب له أفضل كثير على الجزائر علم بأن الجزائر نقضت عهودا كثيرة منذ معاهدة وعادة ستين بين فرحة عباس وكان ابن بلة أحمد بن الحاضر في تلك الفترة وبعدها في تلاتة وستين حرب الرمال وفي خمسة وستين ومعادة ستين التي عززت بمعادة في تسعة وستين في إفران كل هذه المعاهدات تم نقضها رغم ذلك المغرب لم يتآمر أبدا للجزائر بدليل أن حينما ألغيت الانتخابات في 88 بعد فوز جبل الإنقاذ الإسلامي وانقلبت الأوضاع إلى حرب أهلية في الجزائر لم يدخل المغرب أبدا طرفا فيها عكس ذلك دع عمل المغرب موقف الجزائر وبحث عن صيغة تجمع الشمل في الجزائر من خلال معاهدة مراكش 89 معادة إنشاء الاتحاد المغرب العربي مع الراحل شادي بن جديد لإعطاء البؤد الذي كانت تحتاجه المنطقة أنا داك والذي لم ينتبه إليه أحد لم تنتبه له أنت الناس تفكر في أوروبا منذ عدة سنوات وأنشأت سوقا اقتصادي واتحادا أوروبيا وكان هناك تكامل اقتصادي في حين أن خيرات المنطقة نحن في المغرب العربي تبقى هكذا تدخل في خانة الصراعات التي لن تعود أبدا بالنفع على شعوب المنطقة أذكرك أنت كنت في المغرب قبل سنتين بعد أن كان الوضع لا يسمح لك بدخول جزائر لا أعلم إذا كان بإمكانك أن تدخل جزائر لا الآن ولكن ما كنت أعرف آنذاك أنه كنت مغضوبا عليك وقيل بأنه ربما كان هناك نية في اعتقالك جئت للمغرب ماذا وجدت؟ هل لامك أحد؟ هل ضايقك أحد؟ هل وجدت شخصا يسألك لماذا الجزائر تكن الضغينة للمغرب؟ لماذا الجزائر تأوي البوليزاريو؟ لماذا تناصره؟ لماذا تحاول أن تهدد استقرار المغرب؟ لماذا تريد أن تقيم كيانا مصطنعا في المنطقة؟ لم يسألك أحد وجدت الترحال سواء في الأندية التي زرتها أو في المدن مراكش أجادير والدار بيضاء وغيرها أشاهد على ذلك تدويناتك صورك فيديوهاتك لن تجد في المغرب إلا الحفاوة وحسن الضيافة والكرم الذي وجدته في كل بيت دخلته في المغرب وفي كل مقه ومطعم دخلته لم يجرؤ أحد على مضايقتك أحدا ليس خوفا ولكن هذا هو الطبع الذي جبلنا عليه في المغرب نرحب بالضيوف مهما كانت انتماهاته زد على ذلك حينما تحاول أن تلقن الدروس للمغرب في اختياراته السياسية كل بلد له سيادة نحن نحترم سيادتكم في المغرب ونحترم سيادات الكثير من الدول وعلاقات الدبلوماسية التي تربط المغرب بالدول وتربط الجزائي بدول أخرى قائمة على الاحترام المتبادل والاحترام الخيارات واختيارات الآخر نحن أحرار في أن نربط علاقات مع من نشاء ولو أنه ممكن أن نتحرف مع الشيطان هذا شأننا هذه خياراتنا هذه سياستنا للجزائر سياستها هذا التقارب مع إيران شأنكم نحن لا نتدخل فيه كم أنكم أنتم لن تتدخلوا أبدا ولن يسمح لكم المغرب أن تدخلوا أو تملو عليهم خطهم السياسي أعتقد أن الرسالة وضحت وأن اليوم يمكن أن نتحدث عن ورطة حقيقية وقعت فيها لأن حب الناس لا يأتي من خلال التطاول لا يأتي من خلال الكيل كيل الاتهامات للآخرين الابتداء واختلاق أخبار كاذبة لتسيئة لسمعة بلد ضارب في التاريخ المغرب متماسك موحد محبة الناس تأتي من خلال الخطوات الخيرة من خلال الوفاء بالالتزامات من خلال الوفاء بالصداقة الضاربة في التاريخ الصداقة لا تأتي هكذا البلد الجار هو الذي يحترم خياراتك هو الذي يحمي مصالحك هو الذي يسعى إلى أن يتطور معك وأن يمضي معك ويخطو خطوات معك نحو المستقبل مسألة مبادرة المغرب لفتح الهدود هي لإعطاء نفس حقيقي للشعبين المغربي والجزائري لصيلة الرحم لمد جسور التواصل ما بين الشعبين ومن ذلك مد جسور التواصل بين البلدين مصلحة المنطقة هذا هو أن يكون هناك تكامل اقتصادي وسياسي وأن نترك جانب كل هذه النزاعات إنشاء وإقامة وقيام الاتحاد المغرب العربي في 89 يعطيك الدرس إذا كنت لم تستوعبه القادة آنذاك الخمسة تركوا موضوع الصحراء أجانباً حتى لا يؤثر على قيام الاتحاد المغرب العربي لماذا لا نستطيع اليوم بعد مرير كل هذا الوقت نتحدث عن 32 سنة رجعنا إلى الوراء لم نستفد من تجربة الرواد من المحنكين الذين كانوا يضعون مصلحة شعوبهم في المقام الأول بدل أن ينظروا نظرة ضيقة إلى مصالحهم الشخصية أنت اليوم تعرف هذه الحقيقة تتناساها وتحاول أن تعطي بعداً آخر لهذه التدوينات الحمد لله أن اليوم بفضل العقلاء كفت هذه الحملة الشرسة أتمنى أن تكون قد استوعبت الدرس أنا لم أكن أبداً ولم أكن أرغب أبداً في أن أضع هذا الشريط وهذا الفيديو ولكن كان من واجب الأخلاق ومن واجب الوطني أن أوضح ذلك هناك أشياء غابت عنه وغابت عن الناس لأن التاريخ يجب أن نتوقف عنده وعند محطاته حتى نفهم الكثير من الأشياء طبعاً لا يمكن أن نوقف عجلة التطور والمغرب ماضٍ في مسيرته ولن يوقفه أحد نحن في المغرب نتق في إمكانياتنا في تصوراتنا في طموحنا في قدراتنا على تخطي الكثير من الحواجد ورفع الكثير من التحديات نحن نؤمن بالمغرب وفي المغرب بالمثل العربي الذي يقول ثقف بيت حديد ركن بيت حجر ونقول لك حفيظ إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة في أمان الله